تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم كريستيان رونالدو وهو يعتذر من عبد الحي فورسي لاعب الرجاء المغربي بعدما طلب منه الأخير قميصه عقب مباراة النصر والفريق المغربي في كأس الملك سلمان للأندية وظهر رونالدو خلال المقطع وهو يصافح لاعب الرجاء بعد المباراة وتوجه إليه عبد الحي فورسي ليطلب قميصه ولكن رونالدو اعتذر منه ويبدو أن رونالدو قد اتفق مع لاعب آخر على إعطائه قميصه لذلك اعتذر من عبد الحي فورسي حيث ظهر زميله محمد عكازي بقميص رونالدو وهو يغادر الملعبة وكان النصر قد فاز على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد بالدور ربعا نهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية والتي تأهل على إثرها لملاقات الشرطة العراقي بالدور نصف نهائي للبطولة